بإشراف من الفرنسسكان بدأت المجموعات الأولى من الحجاج المسيحيين بالوصول إلى الأراضي المقدسة حيث يأتون لعيش خبرة يسوع في أرضه وقد كانت المجموعة السياحية الأولى قد وصلت إلى القدس في السابع من تموز الحالي وفي اللقاء الذي جمعه بالمجموعة الزائرة من مقر البطرياركية في القدس قال البطريارك بيرباتيستيا باتبالا لا يستطيع المرء أن يتجاهل خبرة عيش كلمة الله هنا حيث صار الكلمة جسدا كما تحدث غبطته عن جوانب حياة المجتمعات المسيحية في الأرض المقدسة وقد ظهرت المجموعات السياحية القادمة من إيطاليا كنيسة القيامة في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم والمركز المسيحي للإعلام وكنيسة القديس يوسف في الناصرة